ينام أهل الرمادي في محافظة الأنبار وينهضون إلى أعمالهم لكن لا تغير أو إنجاز في الطرقات غير المعبدة التي ملوا المرور فيها منطقة السابع عشر من تموز إحدى مناطق مدينة الرمادي التي لا تزال الحفريات تعيق حياة سكانها مع توقف أعمال التعبيد للطريق الرئيسي الذي يربطها مع غيرها من المناطق والله يا أخي إحنا محلات عدنا هنا على الشارع 17 إجوا حفروا الشارع بلشوا به هاي المجاري طافت علينا إجوا حفروا لهم حطوا لهم بوري وعافونا سدوا الشارع مننا وسدوا الشارع مننا وهاي الاتراب أكلنا وارزاغنا ووقفت ووضع شوفوا شون يعني حتى محلاتنا مع من قدر نفتحها من وراء الاتراب هاي سيارات طب مننا بس التربنة أرزاق ووقفت شغل ووقف يعني إنجاز صفر يعني على الحطة يجوز عشر سنين ما رح يكملون الشارع النفايات والقمم الوساخة كلها متكومة قدام محلاتنا أرزاقنا ووقفت محلاتنا ووقفت العمل في هذه المنطقة ووقفة منذ الحفر هذا الطريق والعمل به توقفت الشركة بسبب ما نعرف إحنا المجاري الموجودة دذب مي سائب بره أشهر تطوي شهورا يقول الأهالي ولا يزال هذا الطريق وغيره من طرقات مدينة الرمادي تنتظر آليات المقاولين التي أتت وحفرت وتركت الطرق على هذه الحال الشغل به متعطل تقريبا سنة صار له فإحنا نطالب بالحكومة إنه السارع بإنجاز هذا الشارع لأنه إحنا مقبلين على شتاء وتعرف أنت بالشتاء أمطار وصير مي وأحنا أصحاب محلات متوقف الشغل هنا يعني بصراحة خلن نحكيها ما ريدها تكون دعاية انتخابية يأما يكون مشروع يخدم المحافظة أو ملاياه ما ريده نحن تأذينه بهواء شغلات أول شيء الإيجارات تأذوا ثاني شغلة يعني قتلك حركة تجارية يعني استفاوى على شارع عمر هسة وقبل هوايا كفرة نداءات تخرج من صدور تعبت من اللهج بضرورة التغيير في العراق ولا ردود من السلطات الحكومية حيث مئات المشاريع المتعثرة من جراء الفساد الذي نخر العراق ووضع مدنه على قائمة المدن الأسوأ في العالم